حجاج وبيت الله الحرام يواصلونها أداء مناسك الحج في ثاني أيام التشريق الكونجرس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لأكبر صفقة أسلحة أمريكية لإسرائيل منذ سنوات المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان يؤكد أن واشنطن تسعى إلى تجنب اندلاع حرب أكبر على حدود لبنان وإسرائيل الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الثانية عشر بتوقيت جرينر نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم في خير أيام الله وفي خير بقع الأرض يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج هناك يقف الحجيج بين متضرع ومبتهل وملب وداع لله عز وجل حيث تسكب العبرات وترتفع الدعوات إلى عنان السماء طمعا في مغفرة الله ورحمته ورضوانه يواصل حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج برمي الجمرات في مشعر ميناء في ثاني أيام التشريق أسلسة يرمي ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث بمبتدئين بجمرة العقب الصغرى ثم الوسطى فالكبرى ويمكن للمتعجلين من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط إذ من الممكن انتهاء رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق يتوجهون بعدها إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لبيك اللهم أبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم أبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال رئيس بعثة الحج الرسمية إن بعثة القرى بدأت في تفويج الحجاج المتعجلين من مشعر منا إلى فنادقهم بمكة المكرمة وذلك عقب انتهائهم من رمي الجمرات أشار رئيس بعثة الحج إلى أنه تم الانتهاء من تفويج عدد من الحجاج وجاري تفويج النسبة الباقية من الحجاج على مدار اليوم مواضحا أنه تم المرور على الحجاج بمخيماتهم بمشعر منا لمعرفة من يريد تعجل في رمي الجمرات وإعداد كشوف بأسمائهم لتفويجهم إلى فنادقهم بمكة المكرمة على أن يتم تفويج باقي الحجاج غير المتعجلين غدا الأربعاء بناء على رغباتهم لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد المترجم للقناة إن التاريخ ستوقف طويلاً أمام تلك الحرب يسجل بأساتاً كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقتها السابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية واهم من يتصور أن الحلل الأمنية والعسكرية قادرة على تأميد البصانع أو تحقيق الأمن استشد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات بوسط قطاع غزة ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات الاحترار الحربية قصفت بشكل مكثف مناطق عدة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة خاصة مدينة دير البلح ومخيم البراج كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الغربية لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة أعلنت لسلطات الصحية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العضوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى سبعة وثلاثين ألف وثلاثمائة واثنين وسبعين شهيدا وخمسة وثمانين ألف واربعمائة واثنين وقمسين مصابا وذلك منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي وفي بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع أصفرت عن وصول خمسة وعشرين شهيدا وثمانين مصابا إلى المستشفيات جرائم وانتهاكات متعددة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لا سيما ضد المدنيين وكانت أسوشيت بريس وصقت من خلال تقرير ما أدى إليه القصف الإسرائيلي على القطاع من إبادة لعائلات فلسطينية كاملة في غارات جوية مباشرة دون أي تحذير عائلات فلسطينية بأكملها أبيدت عن بكرة أبيها في قطاع غزة هكذا خلص تقرير نشرته وكالة أسوشيت بريس عن نتائج العدوان وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة التقرير أكد أن القصف الجوي والبرية في القطاع أباد عائلات فلسطينية بأكملها لدرجة لم يسبق لها مثيل موضحا أن سلالات بأكملها وأحيانا أربعة أجيال من العائلة نفسها تقتل في غارة جوية واحدة أو سلسلة غارات على أفراد من العائلة نفسها كانوا يحتمون معا من العدوان ولم ينسى التقرير أن يلفت النظر إلى أن أغلب تلك الغارات وقعت دون تحذير مسبق من القصف تقرير الوكالة رصد ما لا يقل عن ستين عائلة فلسطينية استشهد فيها خمسة وعشرون شخصا أو أكثر في غارات بين أكتوبر وديسمبر خلال المرحلة الأكثر دموية وتدميرا في العدوان غير المسبوق وخلص التقرير إلى أن عائلات عدة في غزة لم يتبق لديها أحد تقريبا لتوثيق عدد الشهداء فيما لا يستطيع ألاف الأشخاص تحديد جميع شهدائهم بسبب وجود الكثير من الجثث تحت الأنقاض تقرير أسوشيتد بريس رصد العائلات التي أبيدت فقط خلال شهرين من عمر العدوان الإسرائيلي الذي دخل شهره التاسع بينما تتحدث مصادر فلسطينية عن مئات العائلات التي تم محوها فعليا من السجلات المدنية التي تحولت صفحات كثيرة منها إلى قوائم شهداء تسجل تلك العائلات التي تم محوها دليل إدانة واضحا على جرائم حرب مكتملة الأركان وستقف حائلا في التاريخ الإنساني دون إفلات مرتكبيها من العقاب وليصبح غيض تلك الجرائم من فيض العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كابوسا على ضمير الإنسانية جمعاء حتى يصحو من غفوته وجرسا لإنذار المجتمع الدولي بأن لهيبة تلك النيران انتركت فسوف تحرق العالم بأكمله حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من التدهور الكبير في الأوضاع بالضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وأضاف تورك أن القوات الإسرائيلية والمستوطنين قتلوا 528 فلسطينيا بينهم 133 طفلا منذ أكتوبر الماضي وحتى الخامس عشر من يونيو الجاري لفتا إلى أن بعض الحالات تثير مخاوف جدية من عمليات قتل غير قانونية إن مصر أدانة منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم من جديد أزيل إدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاتي على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قصري غير مقبول أكد عضوانا ديمقراطيان كبيران في الكونغرس الأمريكي أنهما وافقا على دعم صفقة بيع كبيرة لأسلحة لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة من تراز F-15 ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن نائب غريغري ميكس والسيناتر بين كاردن وقع على صفقة تحت ضغط شديد من إدارة رئيس جو بايدن بعد أن تسبب المشارعان في تأجيل البيع لعدة أشهر تظاهر ألاف الإسرائيليين في مدينة القدس المحتلة للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وخلال مظاهراتهم رفع المتظاهرون الإسرائيليون لافتات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء من يمين تنيهو على خلفية أسلوب إدارته للحرب في غزة وكذا فشله في إعادة عشرات المحتجزين من قطاع غزة تظاهرات حاشدة في إسرائيل تكتاح شوارع تل أبيب وتتجه نحو منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنيهو وعلى وشك أن تخرج عن السيطرة رفضا للفساد في الداخل وإخفاقات حرب غزة الوحشية في الخارج وهز الزلزال السياسي سلطة حكومة الحرب في تل أبيب بمظاهرات احتشد فيها عشرات ألاف الإسرائيليين أمام الكنيست للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بعد أن عزل نتنيهو مجلس الحرب تحت الضغط الشعبي والدولي وكخطوة إيجابية على طريق التوصل إلى صفقة يتحرر بموجبها المحتجزون الإسرائيليون لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وردد المتظاهرون هتافات لا لن نوافق على حكومة متهورة أنت مذنب الوصف الذي استخدمه المتظاهرون ورفعوا شعاره متهمين نتنيهو بالإخفاق الذي أدى إلى هجوم السابع من أكتوبر الماضي وطالبه بتغيير الحكومة الفاشلة وقفاً لنزيف الدم ولوضع حد نهائي لفقدان المزيد من جنود جيش الاحتلال وشهدت المظاهرات تضامن أعضاء من الكنيست داخل صفوف المعارضة مع المحتجين فيما دعت زعيمة الاحتجاج المناهل للحكومة وعالمة الفيزياء شكما بيريسلر إلى إجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس الفلسطينية يسمح بعودة جميع المحتجزين واتهمت بيريسلر حكومة الحرب بالاستمتاع بمقتل جنود إسرائيليين وعلى مستوى المعارضة دعا رئيس حزب العمل المعارض يائير جولان إلى إجراء انتخابات مبكرة وسريعة مشددا على أن الحكومة المتهورة يجب أن تعود إلى ديارها انطلاقا من مخاوف المعارضة المتصاعدة جراء التحديات الأمنية الكبرى المتمثلة في اشتعال الجولات مع حزب الله في لبنان وأجبهة إيران الساخنة وهكذا ينطفد الشارع الإسرائيلي غضبا وصخة ضد حكومة تشهر إفلاسها ولا تزال تفتح أبواب الجحيم في المنطقة بأسرها لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور أحمد فؤاد أنور عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية دكتور أحمد بعد التحية مظاهرات لألاف الإسرائيليين للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وانشققات على المستوى الحكومي برأيك متى يستجيب نتنياهو للندقات داخل وإنهاء العدوان على غزة وتوصل الاتفاق؟ يعني بعد التحية لحضراتكم والمشاهدين بالفعل هناك تصدع والشقاط عاصي على الحل في ظل استمرار سياسات نتنياهو وحكومة أخصى اليمين في محاولة تجريب ما سبق تجريبه وفي ظل الاستنزاف الذي تعاني منه إسرائيل والعزلة فحاليا هناك تضام كبير بين المستوى السياسي والمستوى العسكري يعبر عنه تشويه متعمد ومتكرر وإهانات معيش الأسكان جيش الاحتمال هذا أيضا يتم التعبير عنه في تخبر حينما يكون هناك حديث عن هدنة إنسانية لبضعة ساعات كل يوم ثم يتم تراجع عن هذا الأمر الحديث عن قبول المقترحة الإسرائيلي الذي أعلنه بايدن رئيس بايدن هذه أمور فعبر عن حل تبطيات يشملها أيضا الاشتباك مع وزير الدفاع السابق رئيس الوزراء السابق إيهود بارات الذي يرى بأن هذه السياسات سياسات خرقاء ولا تحقق أمن إسرائيل صحيح في رأي حضرتك دكتور أحمد فشل حكومة ناتنياهو في إدارة الحرب ودعوات من سياسيين وأكاديميين للإطاحة بحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل هل تنجح تلك الدعوات في الإطاحة بالحكومة؟ إلى حد بعيد اقتربت نهاية هذه الحكومة القرقاء حكومة القرارب بعد المستجدات بعد استقانة جلس مجلس الحرب وحل مجلس الحرب وجدنا طبيبها تفقد عينها في المظاهرة للاحتجاج على كيفات ناتنياهو وجدنا حزب شهد وعضو الإقتلاف الشكومي يعرض قانون أو مشروع قانون بالأحرى وتركضه الأغلبية داخل الليكوت نفسها وداخل الإقتلاف فالتمرض لا يقتصر حاليا على الجنرالات بعد استقانة رئيس أمان المخابرات العسكرية الإسرائيلية وبعد استقانة طائل سرق الززة وبعد استقانة إذن كتر في الأسخان السابق ووزير الدفاع السابق الجانس وجدنا أن هناك حالة فعلا من التمرض داخل الليكوت وتبادل التهمات هل وزير الدفاع يعمل بشكل فعال أم لا هالرئيس الأركان يخدم نخبة حماس يعني التخوين وصل إلى حد التهمات المتبادلة من هو زراع حماس داخل المجتمع الإسرائيلي وداخل صنع القرار في إسرائيل وهذا الوضع اللي لا يمكن استمرار فيه ودورا لا يمكن إصلاحه أخيرا دكتور أحمد هذه المجازر المستمرة حتى أن Associated Press وكالة الأنباء يعني سجلت تقريرا عن أنها عملية إبادة جماعية للعائلات الفلسطينية وبناء عليه حتى في الجانب الأمريكي يعني استقال ثمانية مسؤولين أمريكيين هل ترى أن كل هذه الأمور وهذا المشهد الأليم ممكن أن يؤدي إلى تغيير السياسة الأمريكية لما يحدث على الأرض أعتقد أن هناك محفوظات داخل دار الأمريكية طرد أن المصالح الأمريكية في خطر لاستقرار المنطقة في خطر في ظل إطلاق يد الجيش المحتلال دون أن يتم ترجمة هذا إلى نتاج على الأرض بمعنى أنه لم يتم الوصول إلى قادة المقاومة وراد على المقاومة أو لجمها بعد أن وصلنا إلى رفح الحديث عن انتقال المقاومة من رفح كل الأماكن التي دخلها الجيش المحتلال من قبل لم يتم السيطرة عليها بشكل دهائي ولا القضاء على المقاومة فيها بشكل دهائي ولا الوصول إلى المحتجزين الأسر وبالتالي النظر الأمريكية مقبرة على مراجعة حساداتها ومعاقفها وهو ما يعبر عنه المبعوث الأمريكي الذي وصل إلى المنطقة ويتحدث عن 13 نقطة حدودية مع لجمان كتقديم سرديات إلى المقاومة في لجمان حتى لا تترسع الاشتراكات ولا تتغير القواعد الاشتراكات الحالية وتصبح بواجهة شاملة فقط نظر الأمريكية عليها أن ترجع نفسها بشكل سريع وأن تبحث عن أساس هذا السرع وتقدم حل شامل وعاجل فمثل في تقديم أقل القليل مقابل التضحيات الكبرى التي استم تخدمها من الشعب السبسطيني وأعني مطاق فيه في أفق كياسي إلى دولة السبسطينية قابلة الحياة هذا حق في النهاية الأمن الإسرائيلي وحق في النهاية تقديم الدورة على مصنف الأمن جزيل شكر لك دكتور أحمد فؤاد أنوار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء أيرلندا الحرب في غزة وذكر البيت الأبيض في بيان أن الزعيمان أكد في تصالل انتزامهما بحل الدولتين والحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وقال هارس أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة إضافة إلى الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون من جانبه صلط بايدن الضوء على التعاون المستمر مع الحكومة الأيرلندية بشأن الأولويات المشتركة لا سيما تعميق العلاقات بين شعبي واقتصادي الولايات المتحدة وأيرلندا اشتركوا في القناة تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح البري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية جاعتها التعصفية التي تمنع دخول هذه المساعدات ما يفاقم من الأزمة الصحية والإنسانية داخل قطاع غزة مزيد من التفاصيل اطلعنا عليها مرسل التلفزيون المصري محمود جميل بعد التحية لازلنا نتابع معكم آخر التطورات الإنسانية والميدانية من أمام بوابة معبر رفح البري ربما التطورات الإنسانية لم تتغير كثيرا عن الأمس ولزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإجراءات التعصفية التي تمنع دخول المساعدات الإنسانية لمنفذ كرم أبو سالم لليوم الثاني على التوالي ونحن في ثالث أيام عيد الأطحى المبارك ورغم الحاجة الماسة والكبيرة للمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقبل أي من الشحنات اليوم لمنفذ كرم أبو سالم سوى أربع شحنات للغاز فقط على الرغم من أن مصر جهزت ما يقرب من ثماني شحنات للوقود أربع شحنات للغاز وأربع شحنات للسولار لكن عادت شحنات السولار كما هي محملة بالمواد البترولية إلى المنطقة القريبة من معبر رفح لتصطف مرة أخرى تمهيدا لدخولها غدا إلى منفذ كرم أبو سالم وكأن الهدنة التكتيكية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي هي هدنة لتوقف المساعدات وليس لتوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية فهذه العمليات مستمرة منذ صباح هذا اليوم خاصة في منطقة حي تل السلطان التي تعرضت للقصف صباح اليوم بالإضافة إلى بعض المناطق أيضا في مدينة رفح الفلسطينية ومنذ قليل كنا نسمع دوية الانفجارات في القرب من معبر رفح من الجانب الفلسطيني وأيضا بعض الجرحة والمصابين الذين وصلوا إلى مستشفى ناصر الطب بخان يونس جراء القصف الإسرائيلي على مناطق في غرب مدينة رفح الفلسطينية وربما أيضا عمليات القصف طالت مجموعات تأمين المساعدات المتجهة من رفح الفلسطينية إلى قطاع غزة وكأن هذا يشير إلى عدم الأمان في المناطق الشرقية القريبة من منفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى استمرار عمليات القصف وليس هناك تأمين لهذه الشاحنات وهذا ما أكدته الخارجية الأمريكية وأشرت إليه بأنها تعمل مع الحكومة الإسرائيلية لتأمين عملية دخول وخروج عمال الإغاثة من وإلى قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم فبالتأكيد يعني عمليات القصف مستمرة وهناك منع لدخول المساعدات الإنسانية وعلى الجانب الآخر مصر لازالت تواصل جهدها ومسؤوليتها تجاه الأشقاء في قطاع غزة بالوصول إلى هدنة ووقف إطلاق نار كامل وإنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء داخل قطاع غزة هذه هي الصورة والآن أعود إليكم في الستوديو مرة أخرى دعا رئيس البرلمان العربية عادل بن عبد الرحمن العسومي إلى ضرورة تكثيف الجهود لتصدي بحزم لخطاب الكراهية لافتا إلى ضرورة تكاتف المنظمات الدولية والمؤسسات التشريعية من أجل صياغ التشريعات تسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة وفي بيان للبرلمان العربي وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية أضف العسومي أن العالم بات مضطربا بالقدر الذي يستوجب معه سرعة اتخاذ خطوات تنفيذية للحد من خطاب الكراهية خاصة في ضوء الأزمات المتفاقمة داخليا وفي العديد من دول الشرق الأوسط فضلا عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتارش أنه يقع على عاطق الدولة بموجب القانون الدولي الالتزام بمنع التحريض على الكراهية ومكافحته وتعزيز التنوع والتفاهم والتضامن وفي رسالة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية شدد جوتارش على ضرورة تعزيز الدول لهذه الالتزامات وتنفيذها والحرص فيما تتخذه من تدابير على صون حرية التعبير وحماية الأقليات والمجتمعات المحلية الأخرى قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان عموسة هوكستان اليوم أن واشنطن تسعى إلى تجنب اندلاع حرب أكبر وذلك بعد تصعد إطلاق النار عبر الحدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على مدى الأسبوع الماضية وصف هوكستان الوضع على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل بأنه خطير وقال المبعوث الأمريكي إن هذا هو السبب الذي دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إرساله إلى لبنان زار المبعوث لبنان يوم واحد لعقد اجتماعات بعد زيارة قصيرة إلى إسرائيل دعت الخارجية الأمريكية طرفية الصراع في السودان للعودة إلى طولة المفاوضات مستبعدة إمكانية الحسم العسكري لحل النزاع وعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عن القلق إزاء التقرير أو التقارير التي تتحدث عن استمرار عملية القتل على أساس عرقي بسبب القتال في الفاشر مشددا في الوقت نفسه على ضرورة حماية المدنيين وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قرارا يطالب قوات الدعم السريع بوقف حصار مدينة الفاشر السودانية كما شدد القرار على الوقف الفوري للقتال ونزع السلاح وخفض التصعيد في عاصمة ولاية شمال برفور وما حولها موسيقى قال مسؤولون روس أن النيران اندلعت بمستودعات نفط بعد هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في بلدة أزوف التابعة لمنطقة ريستوف بجنوب روسيا قال حاكم المنطقة المتخمة الأوكرانيا فاسيلي جولبيف أن البيانات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات وقالت وزارة الطوارئ الروسية أن الحريق انتشر في خمسة ألاف متر مكعب وأن عشرات من رجال الإطفاء ومعهم أحد وعشرين معدة يكافحون الحريق وعلى الجانب الآخر أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت عشر طائرات مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل وذلك لاستهداف البلاد أفادت القوات الجوية بتدمير الطائرات المسيرة فوق زابوريجيا ودينيبرو بيتروفيسكا في أوكرانيا أرجاء زعماء دول اتحاد الأوروبي قرارهم النهائي بشأن المناصب الرئيسية العليا في التكتل إلى قمة من المقرر أن تعقد في نهاية يونيو الجاري وشدد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في مؤتمر صحفي على أن العشاء الذي جمع زعماء الأوروبيين خلال القمة غير الرسمية في بروكسال لم يكن يهدف إلى توصل الاتفاق النهائي بشأن المناصب الثلاثة الأولى وهي رئاسة المفوضية ورئاسة المجلس الأوروبي ومنصق الشؤون الخارجية حالة من الترقب تسيطر على الشارع الأوروبي انتظرا لاختيار أصحاب المناصب الرئيسية العليا في الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات التي جرت في السادس من الشهر الجاري زعماء الدول التكتل أرجعوا قرارهم النهائي بشأن المناصب العليا إلى قمتهم المقررة أن تعقد يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من يونيو الجاري للمصادقة على تعيين القادة الأوروبيين رئيس المجلس الأوروبي شارلي ميشيل أكد على أن العشاء الذي جمع الزعماء الأوروبيين خلال القمة غير الرسمية التي عقدت في بروكسل لم يكن يهدف إلى التوصل الاتفاق النهائي بشأن المناصب الثلاثة الأولى وهي رئيس المفوضية ورئيس المجلس الأوروبي ومنصق الشؤون الخارجية ويعد هذا الاجتماع غير الرسمي أول لقاء لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات التي جرت من السادس من يونيو إلى التاسع منه وشهدت تقدماً لليمين المتطرف في الكثير من البلدان بما في ذلك فرنسا وألمانيا وتشير التقارير إلى تمتع رئيسة المفوضية الأوروبية الحالية الألمانية أرسولا فندرلين بفرص جيدة للاحتفاظ بمنصبها كمرشحة عن حزب الشعب الأوروبي الذي حل في المركز الأول في الانتخابات وفقاً للنتائج التي لا تزال مؤقتة أما منصب رئيس المجلس الأوروبي فيشكل نقطة خلافة حيث يطالب للشراكيون الديمقراطيون الذين يشكلون ثاني أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي بطرح اسم رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنتونيو كوستا للمنصب خلفاً للبلجيكي لميشيل أما منصب مسؤول الشؤون الخارجية الذي يشغله حالياً الإسباني جوزيب بوريل الذي يتقاعد بعمر السبع والسبعين عاماً فتعتبر رئيسة الحكومة الإستونية كايا كالاس هي الأقرب لخلافته هي إذن أيام قليلة ويحسم الجدل بشأن المناصب الأهم في القارة الأوروبية في وقت يمر فيه العالم بأزمات شديدة التحقيد بدأت روسيا مناورات بحرية في المحيط الهادئ اليوم تشمل تدريبات على العمليات المضادة للغواصات والضربات الجوية وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في بان الله تستمر هذه المناورات التي يشارك فيها حوالي أربعين زورقاً وقارباً وسفينة إضافة إلى نحو عشرين طائرة ومروحية من الثامن عشر حتى الثامن والعشرين من شهر يونيو في مياه المحيط الهادئ وبحر اليابان وفق ما أوضحت وزارة الدفاع الروسية زهر رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لاكسون قاعدة يوكوسوكا العسكرية التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية من المقرر أن يكتمع لاكسون خلال زيارته اليابان التي تستغرق ثلاثة أيام مع نظيره الياباني فاميو كيشيدا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وكذا القضايا العالمية والإقليمية ويتوقع أن يناقش لاكسون وكيشيدا ملفات اتفاع والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تشهد نزاعات متزايدة اختتم رئيس مجلس الدولة الصيني ليدشان جولته في استراليا بعد أن أصبح أول رئيس حكومة صيني يزور البلاد منذ سبع سنوات ركزت جولة تالي التي انتهت في مدينة بيرث الواقع على الساحل الغربي لأستراليا على استثمارات الصين في المعادن الحيوية والطاقة النظيفة والروابط التجارية وتفقد منشأة لأبحاث الطاقة النظيفة تابعة لشركة تعديل الخام للحديد فورتسكو هذا وقد توجه رئيس مجلس الدولة الصيني إلى ماليزيا بعد جولته في استراليا وسيصبح أيضا أول رئيس حكومة صيني يقوم بذلك منذ عام 2015 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ذكرت إدارات صينية لمواجهة الطوارئ وإدفاء الحريق أن الفيضانات الجبلية والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في منطقة شينجيونج بشمال غربي الصين قد أدت إلى انقطاع الطرق وفقدان أربعة أشخاص وأوضحت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أنه تم تنظيف الطرق ونقل الأشخاص والمركبات المحاصرة إلى مواقع آمنة لأفتاء إلى أن جهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين الأربعة ما زالت مستمرة تشهد دول أمريكا الوسطى والجنوبية أمطار غزيرة حيث لقي عشرات الأشخاص في سلفادور وقواتيمالا والأكوادور حتفهم في فيضانات وانهيارات الأرضية بسبب الأمطار هذا ويتسبب موسم الأمطار كل عام بموت العشرات في أمريكا الوسطى والجنوبية إضافة إلى ما يخلفه من أضرار جسيمة في البنية التحتية أمطار غزيرة تشهدها دول أمريكا الوسطى والجنوبية حيث لقي عشرات الأشخاص في السلفادور وجواتيمالا والأكوادور حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية تسببت بها الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه الدول ففي السلفادور الدولة الأكثر تضررا حتى الآن لقي عدة أشخاص حتفهم في انهيار أرضي في منطقة تاكوبة الغربية وفق ما ذكر الرئيس الدفاع المدني لويس أمايا ووفق الكونجرس في السلفادور على إعلان حالة الطوارئ لتسهيل تعبئة الموارد وتجنيب المواطنين مخاطر التنقل والحد من وقوع أحداث مأساوية وفي جواتيمالا أفدت السلطات أن انهيارات في قرية شاكايا في بلدية ساكابولاس الغربية تسببت في مصر عدة أشخاص بالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد ضحايا الانهيار الأرضي في الإكوادور إلى نحو ثلاثين وفاة وإصابة ووقع الانهيار الأرضي بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعة تنجرهوى السياحية في جنوب البلاد وتسبب موسم الأمطار كل عام بموت العشرات في أمريكا الوسطى والجنوبية إضافة إلى ما يخلفه من أضرار جسيمة في البنية التحتية أكدت الحكومة أن الاقتصاد المصري يعود إلى مصار أكثر استقرارا في مواجهة تقلبات العالمية المتتالية نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة وتحقيق الاندباط المالي واستكمل تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة وأشارت الوزارة إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة فيتش ومودز وستاندرد انبورز بدأت تتحرك إيجابيا كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو أربعة واثنين من عشر بالمائة في العام المالي المقبل وذلك بما يتطافق مع ما تستهدفه الحكومة واربعة وستة من عشر بالمائة في السنة المالية الفين خمسة وعشرين الفين ستة وعشرين مضيفة أن الخطوات التصحيحية بدأت تؤتي إثمارها بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو من عام الفين أربعة وعشرين أعلنت الحكومة استمرار ارتفاع صادرات السلعية المصرية للشهر الخامس على التوالي وأفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة بأنها بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من عام الفين أربعة وعشرين نحو ستة عشر مليار وخمسمائة وواحد وخمسين مليون دولار بقابل خمسة عشر مليار واربعة وسبعين مليون دولار خلال نفس الفترة من عام الفين ثلاثة وعشرين أشار البيان إلى أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية ما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية وتحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو مائة مليار دولار سنويا أعلنت الحكومة الانتهاء من استعدادات الكنترول المركزي للتقدير الإلكتروني لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لعام الفين أربعة وعشرين وذلك تمهيدا لبدء إعمال كنترول الرزد غدا الأربعاء وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة الانتهاء من تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة حيث من المقرر أن يبدأ الأحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من يونيو من عام الفين أربعة وعشرين مدخل البيانات بالكنترول المركزي بالعمل على تقنية وتدقيق تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تضليل أرقام جلوس الطلاب كما يتم حاليا أيضا إعداد الكنترول المركزي لاستقبال أوراق إجابة امتحان أولى المواد المضافة للمجموعة ختم نشرة أسالسة ولا تبقى سوى التذكرة بأبرز العنو حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج في ثاني أيام التشريق الكونغرس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لأكبر صفقة أسلحة أمريكية لإسرائيل منذ سنوات المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان يؤكد أن واشنطن تسعى إلى تجنب اندلاع حرب أكبر على حدود لبنان وإسرائيل مشاهدين الكرام وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة السلسة من التلفزيون المصري شكرا لكم وإلى اللقاء